محافظ قنة نتكلم على حياة كريمة وازاي هذا المشروع العملاق بيخدم الملايين من المصريين ونتكلم كمان على اهلنا في محافظة قنة طبعا عزيز احمد زي محضاك ذكرت مبادرة فخانة الرئيس حياة كريمة هي فعلا عزم مبادرة انسانية في العصر الحديث والقديم دي اقل كلمة ممكن نوصفها هي طبعا المبادرة جات عشان خاطر خطة مصر للتنمية المستدامة عشرين تلاتين وعلشان نقدر نواقب هذه الخطة العظيمة كان لازم تكون في المبادرة بحجم مبادرة حياة كريمة لو دخلنا في انا انا في المرحلة الاولى عبارة عن خمس مراكز دخلوا من جمال التسع مراكز والخمس مراكز زي ما نشاهد في احنا عدد كبير اكتر من كفر الشيخ لان طبعا كان الصعيد في فترة من زمنية كان شوية برضو مشوكت حقه الحمد لله بدأ ياخد حقه والدنيا ماشي قائز الخمس مراكز فيهم ستة وتمانين قارية فيهم سبعمية اتنين وعشرين ناجع وعزبة كل دول احنا خلاص يعني حدوك شفت الناس موجودة في المراكز التكنولوجية باديها خدمة يعني الحمد لله مراكز كتير خلصت واشتغلت وباقي المرحلة الاولى خلاص احنا في النهايات ممكن برضو الازمة العالمية اللي موجودة لقتي وحيتت برضو ان في بعض الحاجات شوية اخرتنا في الاجراءات انما الحمد لله احنا ماشيين بمعدلات عالية جدا ونتوقع ان احنا ان شاء الله يعني مجرد البنة تحتها تخلص هيبقى المرحلة بالكامل انتهت احنا خلصنا اكتر من حوالي ستين في المية من المرحلة الاولى واللي باقي حاجات بسيطة جدا يعني الاستفاد من المرحلة الاولى دي في محافظةنا الاولى تكلفت ما يقرب من واحد وثلاثين ونص مليار رقم كبير قوي رقم ما كناش بنعرف المطقه زمان مرحلة الاولى بس للحوالى الف مشروع او تسعمية تلاتة وستين مشروع بالزبخ خدم حوالى خمسة واربعين في المية نا المرحلة الاولى بس لها المرحلة الاولى بس لسه المرحلة التانية والتالتة ده احنا ان داخل فيها العاصمة وداخل فيها مراكز كبير يعني دي المرحلة أولى فقط لغير 31.5 مليار 86 قرية 722 ناجعة وعزبة استفاد منها ما يقرب من حوالي 2 مليون مواطن ده يبلغ حوالي تقريبا 50% من حجم محافظة إنا الخدمات اللي بتؤدى في حياة كريمة الحقيقة خدمات يعني زي ما حراكت شفت كده في الحضاك للفيلم اللي قدمته مبدئيا نحن في مراكز مجمع خدمات للمواطنين بقى جوة القرية مش محتاج ينزل العاصمة أو يروح في أي مكان عشان يعمل رخصة بيت أو يطلع بطاقة أو أي حاجة من احتاجات من الحوال المدنية كل حاجة موجودة جنب بيته بيطلع من بيته يخوش يروح المكان ده برضو معموله مجمعات زراعية بتقدم خدمة لابناء المزارعين وكباردو خدمات بيترية بتقدمهم بالإضافة لمجمع ألبان موجود داخل القرية عندنا مجمع للتنمية الأسرة وده معمول في الأساس لتمكين المرأة تمكين اقتصادي للمرأة وفي نفس الوقت رعاية للأطفال بقى فيها حضانات وفيه أعمال زي مشاغل بناتنا في كرة والريف برضو عندنا مدارس عندنا مراكز شباب عندنا وحدات صحية على أعلى مستوى إسعاف بعربيات مجهزة على أحد استراز فيها دواعي انقاذ الحياة كل ده داخل القرى في إنا مش وجوه العاصمة ولا جوه المدن ده جوه قرى محافظة إنا طبعا كل ده كان أحلام بالنسبة طبعا بنية تحتية كاملة مش كان زمان الميا فيها مشكلة في إنا دلوقتي احنا مش بنتكلم في مياه احنا بنتكلم في إنترنت فائقة السرعة غاز طبيعي موجود احنا أطلقنا الغاز الطبيعي في كرة شمال وجنوب إنا الغاز الطبيعي موجود حاليا مش في المدن في كرة شمال وجنوب إنا كل ده بفضل المبادرة العظيمة دي الحقيقة طبعا تغير جزري في محافظة إنا في المرحلة الأولى الكرة اللي داخلت في المرحلة الأولى وعشان كده دايما أبناءنا في المحافظة يقولوا المرحلة الثانية أمتى وإن شاء الله إحنا خلاص نبدأ فيها الأسبوع الجاي المرحلة الثانية إن شاء الله دي هتبدأ إن شاء الله في المعاصمة وفي مدينة ناجح مادئي ودول اعتبروا أكبر مدنتين في محافظة إنا إن شاء الله طيب سيد المحافظة وحاجة بتقول لنا هذه الأخبار السعيدة كمان والأهلين والأول مرة منتكلم على الغاز والإنترنت فائق السرعة في قرى الصعيد اللي احنا زمان كنا يعني عايز أقول كده ما كانش عندنا طرق ما كانش عندنا كهرباء ما كانش عندنا حتى مياه نظيفة ما كانش عندنا صرف الصحي النهاردة منتكلم على مسألة نقلة مختلفة تماما لأهلين في عالم السؤال محافظات ومنهم محافظة قينة طبعا ده حي ده حي طبعا يعني العموما زي ما احنا شايفين التطور اللي بيحصل فيه الجمهورية كلها برضو موجود داخل محافظة إنا ويمكن كمان في مبادرة تانية جوة صعيد مصر وبالخص داخل محافظة إنا وصوهاج اللي هو برنامج تنمية صعيد مصر ودي برضو من أحد مجهودات فخامة الرئيس والدولة إن بالبرنامج ده بدأ في إنا وصوهاج عشان يتعمله كنموذج لصعيد مصر وده برضو اشتغل في مجالات كتيرة وملفات كتيرة منهم بنية تحتية برضو بالتوازي مع حياة كريمة بالإضافة أنه اشتغل في المراكز التكنولوجية وده كان مقصود به أنه يقدم خدمة متميزة عشان كده استمعنا المواطنين قد إيه بيشكره في الخدمة وتمييزها ونفصلنا مقدم الخدمة عن طالبها وبالتالي بقى الشفافية كاملة في الخدمات اللي بتتم برضو اهتمت بالمناطق الصناعية عشان تشجيع الاستثمار اهتمت بالتكتلات الاقتصادية والحرف اللي كانت موجودة زمان في إنا وانداصرت رجعة تاني من خلال هذا البرنامج العظيم اهتمت بموضوع مهم جدا أنه هو بناء القدرات والتطوير المؤساسي يعني دلوقتي محافظة إنا من محافظها لموظفينها بيشتغلوا لها مركزي تماما يعني يكفي نقول إن إحنا كان محافظة إنا لها ما يقرب من حوالي 420 مليون دولار حوالي من هذه المبادرة حوالي 7 مليار إحنا بالكامل إحنا اللي بنخطط وإحنا اللي بننفذ وإحنا بنقدي العمل بالكامل والبنك الدولي اللي بيشتلم مننا وممكن الحمد لله كان البرنامج ده يعني نتيجة نجاح مصر فيه إن البنك حطه على المنصة الرئاسية بتاعته كأفضل برنامج تنموي للقضاء على الفقر وكان حيئة يعني طبعا حاجة عظيمة جدا بالنسبة لنا شكرا المحافظة ماذا عن تشغيل فرص العمل للناس والأهالي إيه اللي بيتم في هذه المشروعات إن إحنا النهاردة بنعملهم مثلا في غير مراكز الخدمات بنعملهم إزاي نوفر لهم فرص عمل وتشغيل لأهالينا إن إحنا كمان سهاج وقنى وأسيوت من أكتر محافظات اللي هي فيها بطالة إيه اللي بيتم في هذا الملافع عشان يعني نساعد أولادنا وشبابنا كمان هو أنا بس يعني أقول لحضرك حاجة مهمة جدا آخر تقريب للجهاز المركزي للتعباء والإحصاء كان محافظة إينا كانت 11% وصلت الـ 4-18% كبطالة من السنة اللي فاتت فالمعدلات قلت خالص أتوقع في الوقت اللي إحنا فيها وفعلا أنا ما بلغش في كلامي لو أن أنا بستقبل المواطنين يوميا في بكتابي ماس ما شكواهم يعني المشاريع حياة كريمة اللي بتتم داخل المحافظات واللي بداخل في حوزنا الحقيقة طبعا عدد فرص عمل كتير جدا لأبنائنا برضو من ضمن برنامج حياة كريمة شيء عظيم جدا وهو التمكين الاقتصادي لأهل الكرة ما عادش محتاجين أن هو يطلع من القرية ويروح يشتغل في مكان بعيد أو يروح العاصمة يروح القاهرة لا دلوقتي من ضمن برنامج حياة كريمة ودي المرحلة ودي اللي هيشتغل فيه جماعيات المجتمع المدني هي المنطة بهذا العمل بمتابعة كشاملة وكاملة من الدولة أن احنا هنوفر فرص عمل من المشروعات الصغيرة والمتنهيات الصغر لأبنائنا داخل القرى بحيث ما عادش محتاج أن يروح في أي مكان يبقى فرصة أعمله جنبه خدماته بالكامل جنبه بالتالي هتبقى القرية يعني أنا عندي لو حلق شفت في فيلم قرية المراجلة حاليا دلوقتي وزي ما شفنا باردو في القرى بيشنا قرية الصمطة فعلا بقت الحياة فيها أفضل بكتير قوي من المدن فالريف دلوقتي الحمد لله بقى بينافسه بقوة ده بفضل المبادر العظيمة والفرص العامل المتوفرة حاجة تكلمنا على مشروع تنمية الصعيد إيه اللي بيتم فيه هذا ملاف تحديدا والاستثمار دايما كنا بنشتكي أنه ما عندناشا استثمار الاستثمارات كلها موجودة في محافظات أخرى خارج الصعيد في حين أنه الصعيد كل الشباب والناس اللي بيتخرجوا من الجامعات بيجوا يشتغلوا في القاهرة ويروح اسكندرية يروح الأماكن اللي فيها فرص عمل اللي بيتم النهاردة عشان اللي بيتخرج بلاقي له فرصة عمل بعمل مشروعات ايه عند النهاردة في محافظة قنة طبعا الاستثمار برضو فيه نهضة كبيرة جدا داخل محافظة إنا زيه زي ما بيحصل في باقي الملفات اللي احنا بنتكلم عليها الاستثمار في محافظة إنا نبدأ في البداية المناطق الصناعية احنا في إنا كان عندنا منطقتين صناعيتين سنة يعني من حوالي ست سبع سنين كانت نسبة الإشغال أقل من سبع في المية أنا عايزة أقول لحضرك النهاردة احنا نسبة الإشغال تخطت الخمسة والخمسين وستين في المية ولولا أن الوزارة نفسها اللي كانت تقفل الخريطة الاستثمارية بس عشان بتتعدل فيه القرارات والشروط كان زمانا تخطينا المية في المية عندنا في إنا دلقة مصانع عدد من المصانع حوالي مية ستة وتمانين مصنع منهم مصانع لدرفالة الحديد مصانع للبيات العالمية جيلسية عندنا مصانع للطاقة النظيفة الطاقة الشمسية الحقيقة مجالات عديدة جدا من المصانع دول واحدهم وفروا ما يقرب من حوالي خمستاشر ألف فرص عمل مباشر طبعا حجب كبير من فرص العمل عندنا برضو المجمعات الصناعية فضل ستة ريس كان أمر نحن نعمل 13 مجمع صناعي في جميع المحافظات كانت إنا الحقيقة لها نصيب الأسب أكبر مجمع صناعي فيهم ربعمية وعشرين ورشة أو مصنع صغير وده الطرح وتقدمت عليه المواطنين وإخبال يعني حقيقة عالي جدا في محافظة إنا بحيث أولادنا يقدر يعمل من خلال هذه الورشة بإيجار بسيط كده وزهيد جدا لأنه هو في الأصل الصالح شبابنا بيقدر يقوم بقى يبني مصنعه سواء بقى هشتغل فيه في اختلاف الطرازات برضو عندنا في إنا من ضمن الحاجات المميزة جدا عندنا مجمع خدمات المستثمرين وده معمول على أحدث طراز من حوالي ثلاث سنين اللي المجمع ده معدش محتاج المستثمر أن يروح القاهرة عشان يخلص أوراقه بقى في مكانه داخل المحافظة يدخل المجمع الخدمات خدمة متميزة يتأديله الخدمة على بالما يعني ينقدم له فنجانة للأهوة بتاعه يكون كل أوراقه خلصته هو موجود في إنا فطبعا تطور يعني نعتبر يعني كبير جدا لصالح الاستثمار داخل المحافظة سيد المحافظ حاجة بتكلمي على استثمار حقيقي في قنة زمان كان يقولك فين ده ده محدش بيروح ومحدش حاجة بتقولي دلوقتي فيه مستثمرين وناس وفرص عمل والاستثمار حقيقي في قنة وناس بتشتغل ومصانع فتحة في محافظة قنة ده حقيقي ده في محافظة قنة وموجود على الخريطة الاستثمارية على الانترنت موجود عدد المصانع طبعا يعني الاستثمار اللي في المناطق دي قد حوالي يزيد عن التلاتة مليار جنيه طيب سيد المحافظة ايضا فيما يتعلق به هل ولادنا مثلا في طلبة في الجامعات في المدارس ممكن اعمل لهم رحلات او جولة يشوفوا بلاتهم بتعمل ايه في القرى المشروعات اللي حاجة بتتكلم عليها الدولة اللي بتعملها حياة كريمة نوريهم عملنا ايه في القرى قرى انا كانت ايه والنهاردة اتغيرت بقى وضعها ايه دلوقتي هل بنعمل ده بنفكر او عملنا او في المخطط اللي قدامنا لا ده تم بالفعلا وده بيتم على طول بصفة دورية بناخد طلبة المدارس بناخد طلبة الجامعات عندنا جامعة الجنوب الوادي وده لو حضركنا تابع صفحة المحافظة بينزل عطوه في اخبارنا بناخد الولادنا ونروح نوريهم مبادرة حياة كريمة عملت ايه على ارض الواقع ويشوفوا ويقشوا ويسألوا الناس ويتعاملوا معاهم برضو بناخدهم المناطق الصناعية يتفرجوا عليها ويشوفوا المصانع اللي موجودة ومدى حجم العمل قد ايه ويعني الحقيقة طبعا وده جزء مهم جدا اللي هو التوعية لابنائنا وشبابنا يبقوا عارفين ايه الدور بتقوم بيه بلدهم وبالتالي مش هيبقى صعب جدا ان حد يقدر يوجيهم توجيه خاطئ ايه اللي بيتم في ملفين مهم دائما من نشتك منهم وخاصة عندنا في الصعيد ملف الصحة وملف التعليم ايه اللي يتعامل في الملفين دول تحديدا في حياة كريمة زي ما حدك قلنا طبعا احنا عندنا في حياة كريمة في كل قرية ام وحدة صحية بالاضافة طبعا عندنا مدرسة فبالتالي احنا نسب التواجد والطلبة داخل الفصول دلوقتي في اوائر الاربعنات وان شاء الله بانتهاء الحياة كريمة في الثلاث مراحل احنا خلصنا مرحلة ودخلين في الثانية اول ما خلص الثالثة هيبقى نسب الطلبة بالنسبة للفصول هيبقى حوالي في منتصف التلاثينات وده رقم يعتبر كبير جدا وبشر احنا بنتكلم على اينا اللي كان فيها الطلبة بيوصل لستين وسبعين طالب الفصل احنا النهاردة بنتكلم في بداية الاربعنات وده يوارد الحضرك احنا عندنا حوالي تمنمائة الف طالب الابناء التعليمية بتزيل موجودة عالي جدا الحقيقة يعني اي ارض بنوفرها بيبنى عليها مدارس بالاضافة ان في حياة كريمة في كل القرى بيتبني مدارس وده الحقيقة فعلا يعني يخلى العملية بدأت الحمد لله افضل بكتير جدا من اول يعني انا دلوقتي بالنسبة للتعليم وبالنسبة للصحة احنا ان شاء الله دخلين للمرحلة القادمة في تأمين الصحي وده هتبقى نقلة كبيرة جدا عشان كده الدولة بتجهز المستشفى بتاعتنا وبتجهز الوحدات الصحية بالنظام الحديثي اللي هو يقدر يتماشى مع التأمين الصحي وده ان شاء الله هينلقنا نقلة كبيرة جدا سيد المحافظ خلينا نروح لملف كمان اللي هو شاغل الملف اليومي الاسعار والاسواق وتوافر السلع وتحديد الاسعار على السلع وغيرها اللي بيتم فيه محافظة قناء وخاصة انه كان فيه اجتماع لدولة رئيس الوزراء مع حضراتكم قبل عدة ايام فيما تعلق بيه السلع والاسعار ومواجهة اي احتكار او حجب السلع او حتى عرض سلع منتهت الصلاحية طبعا ده موضوع في غاية الهمية وده اهتمام الدولة بالكامل بيه طبعا احنا في ازمة عالمية احنا ما كانت شدينا سبب فيها لكن احنا يعني بنحاول نخفف من اثارها طبعا الحمد لله وفضله الوضع في مصر عموما وضع الحقيقة مطمئن جدا يعني الواحد لما بيشوف الاخبار العالمية بيقول الحمد لله ان احنا موجودون في مصر بالنسبة لمحافظة اينا طبعا في البداية اول حاجة بدأت عملت عادة تشكيل للمجلس المحلي لحماية المستهلك وبدأنا نفعاله على الارض بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية للموجود داخل المحافظة او وبعدين بدأنا نقعد مع تجار الكبار اللي موجودين في محافظة احنا عندنا الحقيقة ناس وطنيين جدا وبدأنا نخليهم هما يبقوا جزء من حل المشكلة مش هما من المشكلة وده الحقيقة سهلنا جدا العمل ووفرونا الحقيقة كل السلعة اللي احنا محتاجينها لم نشعر بوجود عجز في اي سلعة في محافظة انا خلال الفترة الماضية وان شاء الله اتوقع ان احنا نستمر السلعة كلها موجودة باسعارها يعني اكفي اقول لحضرك النهاردة كتبه مر احنا عندنا الرز موجود ب12 جنيه الرز الحر والحبة حبة ب18 جنيه زي ما هو متسعر الاسعار في الاسواق الحمد لله يعني انا سألت اولادي كتير اوي في الشارع واني ماشي وابنائي وزمالي بسألهم على الاسعار اطول الحقيقة يعني نسبة الرضا انا شايفها من خلال الاجابات الناس عالية جدا برضو انا لما شفت الاسعار اللي موجودة في الاسواق طبعا يعني عندنا مثلا على سبيل المسألة طماطم بخمسة جنيه الخيار بستة ونص اللحمة بمئة وستين يعني الاسعار الحمد لله مش يعني كويسة جدا الحاجة الثانية الاجهزة الرقابية سواء التموين سواء حماية المستهلك سواء يعني الغرف التجارية كل طبعا الشرطة بالمرافق كل دول احنا بشتغل في مجموعة عمل واحدة متابعين بدقة اي حد بيحاول او يفكر ان هو يحتكر سلعة او يخبيها احنا بنروح وبنصدرها وبنزلها في منافذ المبيعات بتاعتنا في المحافظة وفي امان وفي التبع الدخلية بنبيعهم باسعار زهيدة جدا وده نوع من اللي احنا نرضع للناس اللي لو فكرت انها تعمل كده الحمد لله عد المحاضر مش كبير شكاو المواطنين يعني انا بقولها وبثقة انا يعني تعبر دلقتي في المرحلة دي منعادة من تماما والمرحلة السابقة وان شاء الله احنا متابعين يعني انا كنت بمر النهاردة وكل يوم بنمر انا والنائب والسايد سكتر المساعد كل المسؤولين موجودين في الشارع الاهم ان الحاجة تبقى موجودة هل الحاجة موجودة ممكن تكون اسعارها زيادة لكن الحاجة موجودة المواطن ينزل الى زي ما حاجة بتتكلم السكر الزيت الرز اللي نرز كمان دلوقتي عشان تلاقيه بتلاقيه بصعوبة حاجة بتقولي هل في رز متوفر موجود في قنة النهاردة في بروري الصبحة لو حالك شفت الفيلم انك تمرين الرز موجود وب12 جنيه الرز الحر ده موجود ب12 جنيه موجود متوفر ما حصلش عندي أزمة معالي وزير التموين على طول على تواصل معنا لحد النهاردة ما طلبتش منه دعم بالنسبة لموضوع السلع لان فعلا الحمد لله الناس هنا حسب المسؤولية التجار الكبار اللي عادت معهم حاسين بالمسؤولية وفعلا موفرين كل السلع داخل المحافظة ما حصلش اي نقص في اي سلع الحمد لله حتى الان واتوقع ان شاء الله يعني ما بقاش في اي مشكلة ان شاء الله سيدة محافظة لواء اشرف الداودي محافظة قنة اولا اتشرفنا بوجود حضرتك معنا النهاردة وكل التحية لحضرتك وكل التحية لكل اهلنا في محافظة قنة شكرا لحضرتك السلام شكرا جزيلا سيادة المحافظ من طبعا قنة كنا من شوية في كفر الشيخ